هذه هي المنطقة الأقرب لمسار البركان والعربية في أقرب نقطة لبركان لبالما جولة في المناطق المحظورة ورصد للدمار الواسع في الأحياء السكن نبقى مع الزميل ليث مزاري من لبالما كيف هي الصورة لديك على الجزيرة حتى الآن في ظل استمرار ثوران هذا البركان الذي يبدو بأنه جعل الجزيرة شبه خالية من سكانها نعم محمد نحن الآن على الساحل وهنا من خلف تصب الحمم المتدفقة من أعلى جبل كومبريفيخا في المحيط الأطلسي ونشاهد الغازات السامة التي يصبح لونها أبيض لحظة تلامسها مياه المحيط وهي غاز ثاني أكسيد الكبريت وهي تحوي ذرتين أكسجين وذرة سوديوم لتشكل المركب الكيماوي SO2 يكمل بركان لبالما شهرين من الثوران ولم يفقد من قوته التدفقية كما تم تسجيل أكثر من 300 زلزال في الجزيرة محمد بضرف 24 ساعة وتواصل الأنهر الحمامية تقدمها نحو المحيط الأطلسي وتغطي حتى هذه اللحظة ما يقرب من ألف هكتار غمرت تلك الحمام البركانية مئات المنازل داخل المنطقة المحظورة وتستمر بحرق مزارع الموز والخضار ويقوم أفراد وحدة الطوارئ العسكرية بمراقبة الهواء باستمرار بحثا عن الغازات السامة طبعا في الوقت الحالي ومن المستحيل التفكير بإمكانية إعادة بناء البلدات المتضررة والقرى والمزارع حيث زاد البركان نشاطة واستمرت الانفجارات البركانية بكثافة في الساعات الماضية البركان يعني ليفاجئنا كل يوم يا محمد ولا يمكننا التكهن بأي شيء عن نهايته فنحن نعمل بحرص للحفاظ على سلامة المواطنين هذا مصرح أنخيل موركيندي رئيس لجنة الطوارئ البركانية في جزر الكناري ومنذ اندلاع البركان في التاسع عشر من سبتمبر تم إجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص من منازلهم من بلدتين الباسو والسيانيوس يقدر العلماء أن الثوران سيستمر شهرا آخر على الأقل ويتقدم طيار جديد من الحمامة البركانية نحو هذا المحيط المحيط الأطلسي بسرعة سبعين مترا في الساعة ويبعد حوالي 200 متر عن الشريط الساحلي الذي نشاهد خلفه هذا البركان سيغير ملامح الجزيرة بدون أدنى شك ولكن باختصار ما هي مشاهداتك من خلال جولتك على المنازل التي هجرها سكانها خوفا وغربا من هذه الحمامة البركانية نعم محمد كان الوضع الصعب يعني في كثير ناس ما توقعوا أنه يحدث هذا الشيء الكثير منهم إذا شفنا بالتقرير قبل قليل يوجد بيوت ومنازل المصطوفين يأتون فقط من الأوروبا من الإسبانيا تحديدا ومن ألمانيا كذلك ليقضوا بضعة أيام أو أسابيع في إيجادة الصيف في هذه البيوت ولكن الحزن الأكبر هو للسكان اللوكل المحليون الذين يقتنون في هذه المنطقة فهم خسروا كل شيء خصوصا في المنطقة الحمراء الكثير من مزارع الموز هذه الجزيرة لبالما مشهورة بزراعة الموز والكثير منهم يعتال من هذه التجارة بيع الموز في أوروبا وفي مناطق أخرى في العالم ولكن حتى هذه اللحظة يتوسلون الحكومة للحصول على مساعدات على الأقل لتأمين قوية عيشهم اليومي حتى يتم إعادة بناء هذه المزارع وهذه المؤسسات أو المباني التي تساعدهم على العيش في هذه الجزيرة ليث بزاري موفد العربية لجزيرة لبالما شكرا جزيلا لك